اشتركوا في القناة خرم بذرة مجودات كثيرة جدا لتعظيم الاستفادة سواء من زراعة قصب السكر أو حتى الصناعات اللي بدخل فيها هذا المحصول الاستراتيجي الهام. عشان كده نهاردة تفاصيل فغاية العامية نتكلم عنها. ان شاء الله معضفنا العزيزة لسازة الدكتور أيمن حسني العش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية. مرحب بك يا دكتور صباح دورد على حضرتك. أحيانا بحضرتك صباح الفن. تحياتي ليك يا فن. الله يبرك فيك. أستاذ نحك في البداية كده نطلع أستاذ المشاهدين عن دور معهد بحوث المحاصيل السكرية وأيضا يعني بقيادة حضرتك ما أو الأمور اللي احنا محتاجين إن شاء الله نعرف بها يعني كل المزرعين عن هذا المعهد ودور حضرتك أيضا يا فن. هو طبعا معهد المحاصيل السكرية هو أحد معاهد مركز البحوث الزراعية تابعة لوزارة الزراع. نعم. والحقيقة مركز البحوث الزراعية برضو بيعتبر جمعة زراعية متخصصة. يعني تعتبر الوحيدة أو المتميزة في قارة أفريقيا وفي الوطن العربي كله طبعا معهد بحوث المحاصيل السكرية وأحد المعهد النوعية بنسميه النوعية المتخصص في المحاصيل السكرية. يعني إيه نوعية؟ نوعية يعني إنه معهد شامل. ليس متخصص في تخصص دقيق فقط وإنما خد الإسم الكبير اللي هو المحاصيل السكرية وحط تحتيج كل التخصصات التي تخدم هذا المحصول. م شاء الله. من التربية إلى الوراثة إلى الفيسيولوجي إلى المعاملات الزراعية الأمراض والأفات التكنولوجي. كل ما التخصصات العلمية التي تخدم هذا المحصول. م شاء الله. طبعا المعهد هو المنوط بإنتاج أصناف المحاصيل السكرية وخاصة أصب السكر لأنه هو اللي يمكن إنتاجه على الأرض المصرية حتى الآن. وإحنا المسؤولين عن التنوع في أصناف أصب السكر اللي بتنتج علشان نقدر إنه إحنا نغطي الإنتاج أو نزود الإنتاج على مستوى القوم. المحصول الثاني اللي هو بنجر السكر ودوة محصول إحنا يعني تقريبا البذرة بتاعته كلها بتستورد من برة لأنه هو يعني حتى الآن يعني ليست الظروف المصرية ملائمة لتزهير هذا المحصول وإنتاج البذرة بتاعته وإنما هي المنطقة بتاعت شمال أوروبا هي المنتجة للبذرة بتاعت أصب السكر على مستوى العالم. طبعا دور المعهد زي ما قلت لحضراتك إحنا التخصصات مختلفة ومتشعبة وكلها بتاخد من المحصول السكرية كل في مجاله مع تكامل بين هذه الأقسام وبعضها. يعني عندي القسم التربية لما بينتج أصنافه يبتدي قسم المعاملات يشتغل على المعاملات الملائمة لهذه الأصناف سواء تغزية تخطيط مسافات زراعة معاملات أخرى الأمراض والأفاد برضو بيعملوا لها الاختبارات ويشوفوا هل دي مدى مقاومتها ومدى كذا الفيسيولوجي طبعا دور بيخدم قسم التربية في التزهير بتاع الأصب لأنه عملية معقدة جدا فهم اللي بيعملوا العملية بتاعة التزبيت بتاع السينكرونيزيشن أو اللي بنسميه التوافق أو التناغم اللي موجود بين الأب والأم علشان يحصل التزهير بتاعهم في نفس الوقت ودراسة العوامل المؤثرة على ذلك بالإضافة إلى الحاجات الأخرى وقسم المحافظة على الأصناف الأصناف اللي احنا بنطلعها كيفية أننا نعمل بانكينج للأصناف ديت بحيث أنها تبقى عندنا بتستخدم في المستقبل لو هي لم يتم اختيارها تستخدم في المستقبل كأباء علشان أننا نقدر نعمل وهكذا فهو ده الدور الأساسي العلمي بعد كده نيجي للدور التطبيقي اللي هو الإرشادي التواصل مع المزارع التواصل مع مديرات الزراعة التواصل مع مصنع السكر علشان أننا نعمل اللي هو النقل التكنولوجي لآخر ما وصل إلى العالم أو ما توصلنا إحنا إليه فبنعمل النقل التكنولوجي بداه وهمنا الأول والشاغل في الفترة الحالية هو الإنتاجية الرأسية للمحصولين الأصب أو البنجر كيفية رفع الإنتاجية الرأسية لهاتين المحصولين بوسائل كثيرة جدا من أول المعاملات الزراعية اللي بتستخدم إلى طرق الزراعة إلى كل الباكيج ديت إزاي إن إحنا نقدر نستخدمها ونعظم الإنتاجية الرأسية وطبعا دي سياسة الدولة دلوقتي في كل المحصيل والزراعات ربنا وفاك دور مهمة جدا ومحترمة دكتور وأعتقد الحمد لله رب العالمين بفضل موجودات حضراتكم بعد ربنا يعني قدرنا نحاق طفرة كبيرة جدا سواء في زراعة قصب السكر أو في بنجر السكر فترة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طبعا في خطوات في خطوات تقدم وفي إنجازات تمت وبتتم وفي طور التمام الإنجازات دي كلها زي ما قلت لحضراتك يعني مثلا عندنا في الأصب دلوقتي إحنا نشغالين على موضوع تحديث زراعة قصب السكر دوت اللي هو يعني الترابيزة بتتقلب تماما كل اللي إحنا كنا بنستخدمه تم دلوقتي تغييره إلى شكل حديث اللي من شأنه هيقديلي إلى رفع الانتاجية وتخفيض تكاليف الانتاج في نفس الوقت طريقة الرأي طرق الرأي دلوقتي يشغالين على التطوير بتاعها سواء من وزارة الزراعة طبعا وجهدنا وزارة الرأي بتكلفات فقامة الرئيس ده مشروع قومي يعني تاريخي بيحصل على أرض مصر مسافات الزراعة بتدينا نغيرها إلى مسافات أخرى هتقدر تدينا يعني بريفورمانس أو عمل للمحصول هيديني أداء للمحصول هيديني هبقى أداء وأعلى وبالتالي هتزيد الانتاجية الرأسية بتاعته التغذية كيفية وصول الأسمدة إلى النبات الطريقة بتاعتها طبعا عن طريق الرأي الحديث وما له من تأثير على تخفيض كميات الأسمدة اللي كانت بتهضر بدون أي استفادة في السابق وده كله بيجتمع على الانتاجية الرأسية اللي احنا دلوقتي بالطرق الشتل وكده وطبعا في محطات طبعا كنا اتكلمنا مع علي كابل كده فيها محطات شتل قصب السكر ممكن هل شايفين على الشاشة ها دكتور زراعة القصب بالشتلات ودورها بشكل عام اه طبعا يعني هو طبعا المعروض ده دي البداية اللي كانت موجودة عندنا في المعهد صحيح انتاج مميكانة علشان تقدر تنتج العدد الكبير ده بالكواليتي دي وتحت ظروف اللي هي الحماية من كل الأخطار سواء أمراض أو أفات والسليكشن دي أحسن التقاوي اللي موجودة لأن طبعا في مصر برضو يعني من ضمن الجهود برضو اللي عملناها والحمد لله رب العالمين يعني ان احنا فعلا نبتدينا فيها واخدنا الموافقات فيها ان انشاء حقول أمهات التقاوي المعتمدة لقصب السكر ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ قصب السكر في مصر تماما يعني لأول مرة بتحصل ان احنا الحمد لله لما نقدر نعمل ده يكفي فقط ان جودة التقاوي بتأدي لجودة المحصول احنا قبل كده طبعا زي ما حضرهاك عارفوا يعني ان المحصول كان مصدره ايه تقاوي كانت مصدره ايه يا اما من ارضي يا اما من ارضي جاري ايه واردي واردي جاري فيهم حاجات كتيرة جدا وقت بقى حراك فبالتالي كان دوت طبعا ليه طبعا تأثير مباشر وقوي على الخفض الانتاجية او عدم وصول الانتاجية للحد الانفل اللي احنا عايزين طيب دكتور خان اقولي يعني اهمية زراعة قصب السكر في مصر ودوره بشكل كبير جدا في تعزيز كمان الاقتصاد ده بينعكس على ايه بالزبط هو صناعة قصب السكر هو صناعات مش صناعة واحدة ولذلك تلاقي مثلا شركة السكر يقولك ايه يقولك شركة السكر والصناعات التكاملية اذا فالقصة مش قصة سكر ده القصة قصة سكر وكمية كبيرة جدا من المنتجات اللي بتخرج من المنتجات السنوية اللي بتطلع من بانجرسو واللي لها عائد اقتصادي كمان قوي يعني مش مجرد انها يعني حاجة بسيطة فاحنا عندنا السكر انت بتنتج بتاخد سكر بعد كده بطلع عندك منتجين رئيسيين اللي هما اللي بطلعوا من القصب نفسه اللي هو البجاس اللي هو العيدان اللي هي بعد الاستخلاص يعني وعندي الملاسس اللي هو بعد استخلاص السكر اللي هو بنسميه العسل اسود بس طبعا مش العسل اسود يعني الملاسس ده ببقى حاجة اتقل بكتير جدا من العسل اسود طبعا حاجة صناعية دول لوحدهم بيخشوا في اكتر من تلاتين صناعة مختلفة ابتدي بالخشب وخش في الورق ودلوقتي بيتكلموا على البيوبلاستيك ومش عارف يعني في عندنا الشموع حاجات كتيرة جدا جدا وما زال العالم برضو بيطور يعني من يعني كان فيه شغل كنت شفته في البرازيل يعني بيخلطوا انواع من البلاستيك مع البجاس بتاع قصب السكر ده طبعا بمعاملات معينة يعني دوت بيقدي الى زيادة قوة البلاستيك المنتج تلات مرات عن البلاستيك لو انا عملته بلاستيك عادي ففي تطورات والتكنولوجي بتعمل يعني طفارات كبيرة في الوقت ده ده غير بقى صناعة الكيمويات الخميرة حاجات كتيرة جدا فطبعا صناعة قصب السكر دي يعني غنية جدا صحيح وبتعمل قيمة مضافة لحياة في كافة الصناعة اللي بتدخل فيها طب المساحة المنزرعة في مصر عندنا اخبارها ايا دكتور وهل احنا محتاجين احنا توسع ايضا في زراعة قصب السكر الفترة اللي جاي والله شوف هو احنا المساحة لحد يعني من التسعينات قلت شوية طبعا كانت الظروف الامنية اللي كانت حصلت في التسعينات والمشاكل اللي كانت حصلت دي فقللوا المساحة شوية بحيث اللي هي اللي بيسموها الحدود الامانة اللي حاولين الطرق والقطرات والحاجات دي عشان نقدر نأمن يعني فوصلت دلوقتي الى 360 الف فدان دية المساحة الكلية ولكن 360 الف فدان دول بيطلع منهم فقط 250 الف فدان لانتاج السكر وعندي الباقي ده الفرق دوت بقى اللي بيستخدم كيا اما في استهلاك التقاوي يا اما في عمل العسل وفي محافظات دلوقتي المينيا وكده مشهورين جدا بحكاية الصناعات دية يا اما اننا بدخلوا فيه احنا المصرين اعيادهم اصب يعني اعيادنا كلها اصب سواء مسلمين او مسلحين فدوت الاستهلاك اللي بنسمي الاستهلاك الطازج يا اما اللي هو اللي في الاعياد ده يا اما اللي هو في العصير اللي هو محلات العصير على مستوى مصر وهكذا مشروب يعني يعتبر مشروب شعبي وليه قيمة إزائية وليه قيمة بالزبط كبير وفواية كثيرة جدا طيب ايه الاهم التوصيات اللي احنا محتاجين نقدمها برضو الاشقاء المزارعين في هذا الشأن بحيث ان احنا نحافظ على هذا المحصول استراتيجي نزود القيمة الانتاجية الخاصة بيا دكتور اللي تنصح الفلاحة والمزارع بيه في هذا الامر والله هو المزارع يعني احنا المزارع في مصر مزارع زكي جدا ولكنه دايما بيبقى متخوف جدا اللي اتنين مع بعض وطبعا ده شيء يعني كويس بشيء لا كويس وفي نفس الوقت مقدر لأنه هو معتمد على رزقه بالكامل على دي فالمخاطرة في مصدر الرزق بالكامل دي بتبقى طبعا اكيد صعبة ولذلك دايما نلاقي ان كبار المزارعين بينساقوا معنا في التكنولوجيات الجديدة في الاول خالص وبسرعة قبل صغار المزارعين ليه لأن كبار المزارعين عندهم ما يغطي ومعندهم الرزق ما بيبقاش عالي زي الصغير وبعدين اخوذ بلازاته كلها مغامرة بالزبط كده الصغيرين يشوفوا الكبار حققوا ربحه وحققوا فعلا الموضوع ده بقى كويس فيبتدوا يطبق هم كمان ويمشوا هي دي السيكولوجي بتاعت المزارع في مصر ودي وزارة الزراعة فهمها كويس جدا وبتتعامل معاها بأكثر من طريقة علشان نقدر ان احنا نعمل المزارع بطريقة تحليل الأمور صح ونقدر نوصل له بشكل سريع فطبعا احنا عندنا زي ما قلت الحراك في الاول خالص اللي هي نقل التكنولوجيا نقل التكنولوجيا ده يعني علشان نقدر ان احنا نرفع انتاجيتنا طب هنرفع انتاجيتنا هي اول واحد هيتأثر برفع الانتاجية من المزارع لانه بدل ما كان بيبيع المحصول بتاعه مثلا بتلاتين الف هيبيعه بخمسين وهيبيعه بستين او ربنا يكرمه فاذا ده اول واحد بيتأثر تاني واحد او تاني حاجة بتتأثر بلدنا اقتصادنا المصانع اللي اشتغلت بكفائتها وتكاليف الانتاج اللي قلت بسبب كميات القصب الاكبر اللي بتخش للمصانع تأثيره على الدخل القومي تأثيره على تقليل فطورة الاستيراد اللي احنا بنسد بيها الفجوة بتاعت السكر منها الخارج اذا فهي يعني في الاخر خلص بتبقى كلمة صغيرة بتقدل زيادة الانتاج زيادة الانتاج دي بتعمل شين راكشن على مستوى الاقتصاد كله واخر بحراك يعني بتأدي الى الرفع زي ما حصل رفع في الانتاجية هنا اتحصل رفع في كل حاجة بعد كده مصاحبة الى هذا الشكل طيب دكتور ايمن شايف يعني ابرز التحديات اللي بتواجه يعني زراعة قصب السكر ودور المعهد في هذا الامر ايه تحديدا هو طبعا كان التحدي الاساسي اللي كنا بنواجهه كان انخفاض الانتاجية الفدانية وعلشان اقول لحراك برضه اللفظ قد يدل على انهيار ولكنه مش كده خالص هو احنا عندنا الانتاجية الفدانية دلوقتي 32 طن تقريبا تمام احنا بالنسبة لنا احنا 32 طن دي احنا مستقلنها انما لو جيت بس اطلاع لمستوى العالم هتلاقي هو ده الافريج بتاع العالم كله طبعا ما فوش مش كده بس انا مش راضي بيها ليه لان انا عارف كويس جدا ان انا الارض بتاعتي تقدر تطلع قد الرقم ده مرتين وبالتالي انا بشتغل على ده وقت بحراك طبعا وكنا كده يعني كنا عندنا الانتاجية كانت تصل الاربعين وبتصل لكذا طبعا احنا ما بنتكلم عن متوسط انتاجية فاندم احنا بنتكلم على متوسط مجموع افراد كبير فلما يطلع المتوسط اربعين مثلا يعني معنى ذلك ان الاكبر كمية من المزارعين اللي زرعوا كان المحصول بتاعهم في حدود الاربعين انها معنى ذلك ان فيه 60 و70 بكمية كبيرة وكل ما بترفع المتوسط ليرينج فبديك انديكاتور على ان العدد بتاع المزارعين الانتاج بتاعهم قليل العدد الكبير انتاجه قليل ولا العدد الكبير انتاجه قليل ومع ذلك احنا بنشتغل على الموضوع ده ليه بقى؟ نمر واحد زي ما حراك تفضلت وقلتلي في الاول مساحات قصب السكر احنا مساحات مصر محدودة احنا بلد في الاخر احنا اسماني بلد صحراوي بس احنا اللي مش حاسين احنا بلد في الحزام الجاف من على مستوى العالم النيل بس احنا كسكان الدلتا وسكان الصعيد اللي هما على شريط الصعيد بس زي ما حراك اللي بيحشوها قوي اللي هما في الصعيد انه بيلاقي لو بص شمال يلاقي خضار لو بص يمين يلاقي جابت فهو شريط شريط صغير يعني في الدلتا طبعا العملية يعني الناس حاسة انها عايشة في غابات الامازون على اساس الخضار مالي كل حاجة فمش حاسين احنا عايشين فين ولكن الحقيقة اننا في بلد بلدنا الاراضي الصالحة للزراعة فيها ماهيش كبير صحيح والنهاردة في المشاريع الجديدة وتوجهات فخامة الرئيس البلد يا فندم بتتغربل انا دايما بقول كده يعني فخامة الرئيس اوامروا لكل غربلنا البلد طلعنا كل سنطي ينفع يتزرع في مصر وبيتم استغلاله او التخطيط الاستغلاله ماشا الله طيب وبعدين يعني بعد هذه المرحلة ما احنا السكان ما بيقافوش عند المرحلة دي السكان قاعدين بيعلو فبالتالي انا محتاج اعظم الانتاجات بتاعتي تعظيم الانتاجات بيجي حاجة تيه لو انا كنت ساكن في البرازيل ولا بلدنا دي في البرازيل ولا في اي بلد تانية كل عملية نروح ناخد مليون فدان غابات نشيل الشجر ونزرع مكانه طيب احنا ما عندناش الابشن دي واخد بحراك فيبقى الحل بتاعي هو ان انا التوسع الرأسي لكافة المحاصيل الزراعية علشان دوت في حد ذاته يعتبر مضاعفة غير مباشرة للمساحة الايه الرأسية فاحنا محتاجين الفترة اللي جاية يعني نحصل الانتاجات من خلال زيادة المساحات المزروعة ولا زيادة الانتاجات الخاصة بالفدانية اللي اتنين واخد بحراك اللي اتنين ما انا بقول لحراك المحور الافقي دلوقتي زي ما بقول لحراك احنا بنفتش على كل سنتي بيتزرع تماما مش عارف ايه فين 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 العراض الجديدة تجود فيها زراعة خاصة بالصفة جبنا خلاص جبنا الاراضي زرعناها بقى داة توسع الافقي بس خلاص وقف بقى واخد بحراك انما فبعد كده بنشتغل على التوسع الرأسي ودي الاوامر اللي موجودة او الكونسبت اللي موجود عنده وزارة الزراعة من زمان ان احنا بنشتغل على الانتاجية الرأسية للفدان لانها بتعملك حاجتين تنمية مجتمعية بزيادة دخل المزارع واخد بحراك يبقى انا برفع المزارع لفوق دخله بيطلع لفوق وبالتالي حالته الاقتصادية بتتحسن هتنعكس على المجتمع اللي هو عايش فيه كتنمية مجتمعية وبرضو هتنعكس في الاخر على الدخل القومي للبلد القطاع الزراعي فيه يعتبر قطاع مؤثر هو القطاع المؤثر فيه الدخل القومي طيب حتى تفضلت مشكورا قلت ان المزارع بتاعنا زكي مش بس المزارع قصب السكر ولكن كافة المحاصيل يعني الانتاجية الخاصة بقصب السكر مرضية للفلاح بتكفي المصاريف اللي صرافها طوال الموسم عليها في ظل التحديات اللي احنا بنشوفها حاليا يا دكتور طبعا ده سؤال حلو قوي هو انا عندي متغيرين عندي المتغير اللي هو بتاع الاسعار بتاعت خامات الانتاج اللي بيخش فيها بقى حاجات كتيرة بقى يعني اقتصاد عالمي واقتصاد داخلي وخامات الانتاج وهل خامت الانتاج دي انت بتستوردها وتصنقها في مصر وبالتالي سعرها بتأثر لو ترفعها برا يعني الحاجات دي كلها والنقطة التانية هي الاكتفاء بتاع المزارع فلحدود معينة كان المزارع ممكن اللي 32 طن بالنسبة له حلوين بس بعد كده احنا ابتدينا نخش في اقتصاد ومعدلات تضخم مثلا السنتين اللي فاتوا والمشاكل اللي كانت حصلة من اول كورونا وكذا دي هتأثرت كتير جدا في اسعار حاجات كتيرة كلنا بنلمسها يعني التضاعف حصل في اسعار كتير طب لما انا خامات الانتاج بتاعتي عالية يبقى تكاليف الانتاج بتاعي عالية وانتاجي ثابت يبقى معنى كده ان داخلي قل فبالتالي المزارع مش هيبقى راضي عن ذلك فاحنا قدامنا حلين الحل الاولاني ان احنا نوفر في خامات الانتاج ايه هي التكنولوجيز زي ما احنا اتكلمنا الوقت وقلنا الراي الراي هيوفرني في الاسمدة بدل ما كنت بخليك بتشتري مثلا بتحط عشرين شكارة سماد هخليك تحط عشرة فيبقى انا خفطتلك كده تكاليف الانتاج للنص ده هينعكس على ايه ان ربحيتك من المحصول هتبتدي تزيد النقطة التانية اللي هي طبعا ودي يعني حاجة اساسية الحكومة دايما بتعملها اللي هي التوازن ان هي بتبتدي الحكومة تتكلم على الاسعار بتاعة التوريد يعني زي ما بنشوف في القمح بنشوف في القصب بنشوف محاصيل كتير جدا القيادة السياسية بتبتدي تخش وتقول لا دا احنا هنرفع السعر دوت عشان المزارع يبقى يدنو يزرع وعشان يعرف يعيش لان هي القيادة السياسية معمولة ليه والحكومة معمولة ليه عشان رحت الشعب عشان الشعب يبقى عايش بشكل يعني لما هزود لك في السعر اه طبعا دا شيء اساسي وضروري ولكن الاحسن منه ان علمك ازاي تزود الانتاج بتاعك لان انا لو زودتك في الوسف هزودك 100 جنيه انما انت لو زودت انتاجك هتزود 1000 جنيه وفي البحراج فبالتالي والاستدامة بقى الاستدامة بتاعتها طبعا هتبقى لها تأثير اقوية صحيح طيب يعني المواعيد الموصب ايها لزراعة قصب السكر مواعيد الحصاد واهم التوصيات اللي نممكن تقدمها للمزارعي قصب السكر بحيس انه يزود من الانتاجية بتاعته ومش بس 32 ناصر زي ما حلقت تفضلت مشكورا لحاجات اكتر زي 40 و45 وين المشكلة زي ما حكبت ممكن نحقق بضعف يعني ناصر لستين بالزبت صحيح هدو هو طبعا القصب يتزرع مينلي او بشكل اساسي في الموسم الربيعي الموسم الربيعي دوت اللي هو بيبتدي من نص فبراير بيقعد معاك مارس وابريل لحد ما الفترة ديت ديت اللي بنسميها الربيعي بعض المحافظات في مصر وخصوصا محافظة اسوان عندهم زرعة تانية بنسميها الزرعة الخريفة بيجي في شهر تسعة ويبتدي برضو يزرع القصب بس الربيعي كده لما نيجي نحسب مدته في الارض هنلاقيه 12 شهر لانه هيتزرع في فبراير وهيتكسر في اخر يناير يبقى 12 شهر النمى الخريفي ممكن يقعد معايا لحد 16 شهر لانه زرعته في تسعة وبعدين لما جيه موسم الحصاد في فبراير كان لسه الأصب صغير فيبقى دي كده هوت قد أربع شهور عده أو خمس شهور وبعد كده هوت هيستنى سنة عبال ما ييجي شهر فبراير تاني عشان يورد الأصب بتاعه فبقى عمر الأصب بتاعه 14 شهر طبعا مجرعين كتيرا بلجأوا للحكاية ديت عشان يقولك إيه بيحملوا على الزرعة ديت خضار خصوصا الطماطم والخيار والحاجات اللي زي كده بيعملوا لها زراعات تحمله فديت بالنسبة للمعيد الزراع نيجي بعد كده للعمليات الزراعية أنا عندي اتنين يعني عمليات ما فيهاش بقى قصب وقمح وضرو دي حاجة لازم تتعيم الفقية أرض وهي تجهيز مهد البذرة بتاع الأرض بتاعي وتجهيز الأرض للزراع الحرط الجيد والمتعامد التنعيم بتاع التربة التخطيط الجيد الحاجات دي كلها دي حاجات ما فيهاش بقى نوع محصود دي أساس ألف به زراع يبقى التجهيز الأساسي للأرض بعد كده لو المزارع طبعا احنا ماشيين دلوقتي احنا بنحدث في القصب وزي ما بقوله حراك الشتل طبعا الشتل النهاردة بيبتدي يزيد سنة بعد سنة على أساس الانتاجيات وعدد المحطات اللي بتتعمل ومشاركات القطاع الخاصة اللي ممكن تخش معنا كمان في الموضوع دوت فهتبتدي تزيد الكميات اللي لازمانا لأن احنا بنزرع كل سنة 50 ألف الدان 50 ألف الدان المفروض بيستهلكوا من 500 إلى 600 مليون شتل فإحنا الكم بتاع انتاجنا كبير إحنا دلوقتي المحطاتين اللي احنا عملناهم بيعملوا تقريبا 100 مليون و 200 ألف وفي البحراء فيعني اعتبر ان احنا في هنقول ايه هنقول قربنا للربع يعني فالعملية شغالة طبعا المزارع اللي متاح له ان هو يزرع بالشتل يزرع بالشتل وقت بحراء هيخفف مشاكل كتيرة من المشاكل وتكريف انتاج كتيرة من اللي كان بيستخدمها وبياخد تقاوي معتمدة خالية من الأفات والأمراض يعني انت عارف ايه صفحة بيضة جديدة طيب المزارع التاني اللي مش متاح له دا دلوقتي عبال ما نوصل بقى للشترات وكده حتة اختيار التقاوي دي اساس اكيد واخد بحراء يعني عاملة زي الجواز كده لازم تختار مين هتتجاوز مين انت فاهم زوالة الدنيا هتبوز بالظبط كده ولا نقصد بدر بالظبط كده فهي لازم التقاوي دية الاختيار بتاعي بقى اختيار دقيق جدا واخد بحراء ان انا اختار التقاوي السليمة اللي مفهاش امراض اللي ملهاش تاريخ مرضي اللي لما اعرف الحقل اللي انا واخد منه التقاوي واسأل واعرف ان جاره مثلا كان عنده تفحم السنة اللي فاتت واخد بحراء ما اخدش منه لانه اكيد اتعدى واخد بحراء اكيد اتصا كل الحاجات دي عوامل بتأديلي الى النجاح نمرة اتنين حكاية الزراعة بالعود الكامل اللي بيستخدمها اغلب المزرعين لا برضو ديت مش حاجة مزبوطة وبتقللي الانباد بكتير جدا على الاقل العود يتقطع من 3 ل 4 قطع يعني اقل حاجة من 3 ل 4 قطع مش عايز اقول يعني عقلتين عقلتين واخد بحراء ويتوزع توزيع صح علشان نشجع البراعم ديت على الانباد وهتنبت لما انا اكون مختار التقاوي صح لو انا مختار التقاوي غلط يبقى معنى كده ان في براعم كتيرة ميتة او مصابة باي اضرار حشرية مرضية هتقديلي الى انخفاض الانتاجين صحيح دول اكبر عاملين بعد كده بيجي الحشاش مقاومة الحشاش طبعا احنا مقاومة الحشاش في مصر عملية شقة وصعبة ومكلفة ثلاثة واخد بحراء والارض بقت فيها كميات حشاش كتيرة طبعا عشان الري بالغمر انت بتجيب ميا من فين جيب ميا من الترعة والترعة جايبة من النيل والنيل معدي على الحشاش والحشاش بيطلع بزور والبزور بتمشي في الميا فالدنيا يعني ايه شبكة في بعضها لعندي فلاتر ولعندي كذا اللا مين اللي هيوفر الكلام ده الزراعة الحديثة اللي هي طرق الري الحديثة بالزبط كده ديت اللي بتعمل أو تنقية للميا من الحاجات اللي زي كده وكان العامل الاكبر في الموضوع ده مسافات الزراعة بتاعتنا ان المزارع بزرع على 80 سنت فانت مجرد ما القصب بقى علوه 50 سنت انت مش عارفت هتعزع ازاي ما انت مش عارف تمشي في الخطوط دي انما ديت احنا حلناها مع الشت ان اصبح الفرق بين الخط والخط 150 سنت لا ده انا مش اخليك بقى تعزع بعمال ده انا هدخلك بما كانت تعزع وفي البحرات اه وفرت عمال وفرت مجهود وفرت فلوس وفرت 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 هذا دكتور نتمنى لكم توفيق مجهود محترم جدا من عند حضرتكم في المعهد ونتمنى ان شاء الله التوسح في زراعة قصب السكر كونه من عصول استراتيجية الهمة وكمال لي قيمة مضافة كونه بيدخل في العديد من الصناعات ان شاء الله بإذن الرحمن مسم خير ان شاء الله المسم القادم على كل أشقائنا المزارع انها ورتنا والله دكتور الله يبرك في حالة نشكر حضاك جدا أستاذ الدكتور أيمن حسني العش ومدير معد بحوث المحاصيل السكرية شكرا لك دكتور تحياتي يا فنم شكر جدا لسا نكملي معاكم ان شاء الله مشاكرا بعد الفاصل فقرة حوالي أخرى من نهار جديد خليكم معا شكرا للمشاهدة